فورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نبدأ على طول أخبارنا من عمد النادي الأهلي أكيد الفريق الأول لكورة القدر بالنادي الأهلي اتمرن النهاردة الصبح وبعدين سافر إلى الخرطوم استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني الشقيق في أول مباراة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وهي أول مباراة بعد العودة من مشاركات كأس العالم الأندية بالتأكيد الأهلي هدفه الفوز وافتتاح دوري المجموعات بثلاث نقاط رغم أن مباراة مع الهلال السوداني دايما بيكون فيها ندية قوية جدا وطبعا الفرق السودانية عفوا نعوما فرق كبيرة وأكيد العلاقات الطيبة بين الأهلي والهلال السوداني وكل أندية السودان حاجة تدعو إلى التفاعل الأهلي كمان تم تأجيل مباراته الأولى مع القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية لكن الهلال لعب وخسر من سانداونز في أول جولة بنتيجة 1-0 في جنوب أفريقيا الأهلي في مجموعة كبيرة تضم الهلال السوداني وسانداونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني وكلهم أندية كبيرة ولهم باع في بطولة أفريقيا وأكيد زي ما حضركم عارفين بداية النادي الأهلي دايما بيكون مميزة ودايما بيبقى عينه على المكسب ودايما بيبقى عينه على أن التلات نقاط الأولانية دي أهم تلات نقاط دايما اللي بتدي الدفع إلى الأمام كالعادة يعني النادي الأهلي هدفه الرئيسي هو الفوز في كل مشاركاته سواء في الطولة أفريقيا أو في الدورة أو في أي مشاركة